إلى الوراء در هكذا تبدو الأمور في الملف النووي الإيراني ما يضع الاتفاق بين طهران ومجموعة الخمسة زائد واحد في مهب الريح فالخلاف بين الجانبين دفع أرفع المسؤولين من كلا البلدين للتهديد بتمزيقه والعودة إلى ما قبل العام 2015 الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهتهم وضعوا الاتفاق على الطاولة في فيينا لمراجعته والنظر في مدى التزام إيران ببنوده على ضوء رفض طهران وبشكل قاطع السماح للمفتشين الدوليين بزيارة مواقع عسكرية لتفتيشها داخل البلد رفض دفع سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة للتساؤل عن السبب في رفض الطلب والشك في طبيعة الأنشطة العسكرية داخلها على الطرف المقابل كانت التهديدات في أعلى مستوياتها رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أكد أن بلاده قادر على العودة وبقوة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في ظرف خمسة أيام بل وزاد على ذلك بالكشف عن إجراءات أخرى ستقوم بلاده باتخاذها إذا خرقت واشنطن بنود الاتفاق من دون الكشف عن ماهيتها وأشار إلى أن بلاده حافظت على مفاعل فوردو لتخصيب اليورانيوم ليكون جاهزا للعمل في أي وقت الرئيس الإيراني حسن روحاني هو الآخر دخل على خط التهديدات حينما أكد نية إيران التخلي عن الاتفاق النووي خلال ساعات إذا فرضت أمريكا عقوبات جديدة في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية الأخيرة على بلاده بسبب برامج الصواريخ الباليستية سخونة في التصريحات كانت سيدة الموقف خلال الأيام الماضية ربما تسخن المنطقة في لحظة قادمة وترفع من حرارة الخليج العربي الذي يعج بالسفن الحربية الأمريكية والبحرية الإيرانية والحوادث الماضية تشهد